الحقيقة أنه في بداية كلمته دكتور مدبولي رحب بالبرلمان وقال أنه هو جيه ومستعد للتعاون مع البرلمان في المرحلة القادمة وفي نهاية كلمته أيضا قال أنه هو مستعد للحوار والنقاش في وقت آخر مع أعضاء المجلس النواب وأنه هو حيجي لهم في يوم ويسمع أسئلتهم ويكون في نقاش حول برنامج الحكومة دي علاقة جيدة يعني دي احنا ابتدينا نشوف علاقة جيدة بين الحكومة وبين البرلمان يمكن ما كناش بنشوفها قبل كده يمكن كانوا ما كناش علشان كده مهم جدا أنه احنا كمان جلسات البرلمان العامة تكون مداع عشان نقدر أنه احنا كمان نقيم أداء البرلمان ونقدر نشوف الوزراء بيقولوا ايه ونقدر نسمع رئيس الوزراء رئيس الوزراء نال استحسان أو يعني ما قاله نال استحسان البرلمان خلصنا الجزء ده كان فيه بقى جزء تاني وماشى التاني مختلف تماما مع الوزراء وإحنا عندنا قائمة من الوزراء سيبدأ حضورهم للبرلمان النهاردة وحتى نهاية الأسبوع كل يوم تقريبا من وزيرين لتلاتة في جلسات عامة فيها نقاش نهاردة كان وزيري اتنين من أهم الوزراء اللي لهم علاقة بالناس بالمواطن وزير التنمية المحلية اللي كل الناس لها علاقة بيه لأن ده المحليات ده المحافظات اللي كل المصريين يا عندهم مشاكل يا عندهم مصالح معاهم ووزير التموين اللي 70% من المصريين تقريبا من مستحق الدعم بيتعاملوا مع وزارته وبالتالي دول اتنين من أهم الوزراء اللي معنيين بشؤون المواطنين طب كانت ازاي الجلسات كانت هادية لا ما كانتش هادية كانت جلسات ساخنة شفنا فيها جدل برضو أنا بقول ان احنا ما كناش بنشوفه بقالنا فترة ممكن يكون كان موجود في البرلمان اللي فات بس احنا ما كناش بنشوفه بشكل واضح ولكن كان فيه احتكاك كان فيه جدل كان فيه اسئلة كان فيه نقاش الوزراء كانوا بيردوا طبعا لكن كان فيه اسئلة كان فيه اسئلة بشكل مختلف ويعني حد يقولي تب وده حاجة غريبة لا بس احنا بقالنا فترة ما بنسمعش ده بقالنا فترة ما بنشوفش الأداء ده فعشان كده لما نشوفه لازم نقول ان ده أداء مهم وان احنا عايزين ويستمر وعايزين ويستمر باستخدام أدوات رقبية لان دي في النهاية دي كلها اسئلة وعايزين ويستمر ولكن ايضا عايزين نشوف نتائج على الارض مش الموضوع ينتهي بنقاش ويعني خلافات مثلا جوه المجلس وموضوع ينتهي احنا عايزين نشوف الحكومة بتنفذ توصيات البرلمان لان توصيات البرلمان دول ده البرلمان منتخب وعايزين نشوف الحكومة بقى بتنفذ توصيات البرلمان مش عايزين القصة تنتهي باخناء جوه الجلسة العامة والموضوع ينتهي